السعودية ربما تتخلى خلال الفترة المقبلة عن مستهدفاتها بوصول سعر برميل النفط إلى المئة دولار لماذا نقول ذلك؟ لأن Financial Times أشرت في تقرير حديث لها إن السعودية ربما تكون على استعداد للتخلي عن مستويات المئة دولار للبرميل في ظل إقبالها على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة أو بالأحرى التخلي هي ومجموعة أوبيك بلس عن التخفيضات التي كانت وضعتها والقيود التي كانت وضعتها على الإنتاج لسيما وأنها تستحوذ تقريبا على ثلث ما تخفضه مجموعة أوبيك بلس من التخفيضات هي من نصيب السعودية بمقتار المليوني برميل السعودية كذلك أيضا لو نظرنا إلى ما تقدمه خلال الفترة الحالية سوف تزيد من إنتاجها في ديسمبر المقبل بمقدار 83 ألف برميل يوميا في كل شهر ليصل إجمالي الزيادة التركمية حتى ديسمبر 2025 إلى مليون برميل للزيادة لأن السعودية حاليا تنتج حوالي 8.9 مليون برميل يوميا خلال هذه الفترة الإنتاج الحالي بعد التقليص الذي شاهدناه وكانت السعودية أصلا تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا وكانت تستهدف الوصول وزيادة مستويات الإنتاج إلى 13 مليون برميل خلال الأعوام المقبلة ولكنها قلصت الإنتاج بعد الاتفاق مع دول أوبيك كذلك أيضا ننظر إلى محاولات السعودية التقليص من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إذ أنها قلصت من اعتمادها على الاقتصاد النفطي إلى نحو 50% في الوقت الحالي وبالتالي ربما يكون هناك تعويل على تنمية القطاع غير النفطي لدعم إرادات الموازنة بالمناسبة صندوق النقد الدولي كان قد قال لسي أم بي سي عربية سابقا أن كل عشر دولارات يتم تخفيضها أو تتراجع بها أسعار الخامات تؤثر بالعجزة على موازنة السعودية بـ 2.2% خامبرنت تراجع منذ بداية هذا العام بنحو 5% وكان في سبتمبر قد سجل مستويات هي الأدنى منذ عام 2021 ليست السعودية وحدها التي سوف تزيد الإنتاج ولكن إجمال الدول المتعلقة بأوبك بلس سوف تقلل من القيود على الإنتاج التي كانت وضعتها وأوبك عموما تتوقع أن يصل الإنتاج عموما في عام 2045 إلى قرابة 119 مليون برميل في عام 2045 ما يعني أن هناك استمرار في الاعتماد على النفط وفق ما يقوله تقرير أوبك إذن السعودية وفق فينانشل تايمز يبدو أنها على استعداد لأتخلي عن مستهدفها بوصول سعر برميل النفط إلى المئة دولار ترجمة نانسي قنقر